مريد كبيرة الملاعبية بتاعتك؟ بطبيعة الحال مباراة اليوم ضد الدرجة الرياضي التونسي معانتا ماش بشكون مباراة سهلة وكنا عارفين بصعوبة المباراة هذية اليوم كشفتوا معانتها الهدف التعادل جاء في وقت ممتاز اليوم الفترة اللي متاع ثلاثة جمعات بعد مباراة ناديس فاقسي استغلناها كما يلزم صلحنا فيها عديد الأخطاء متاع المباراة الفارطة اليوم شفتوا الاتحاد الرياضي منستيري اللي سجل هدف لاعب شاب كان لعب لكيب رباة وكان معايا في الموسم الفارطة والموسم هذا في بداية الموسم اعطينا فيه الثيقة نعطيه في الثيقة في اللاعبية الشبان الكل اليوم شفتوا الوايط رائع يلاعب منطلقة بالأواسط كيفاش عدم مباراة كبيرة ويظهر لي اليوم عنا لعبين عندهم خبرة كيف كيف عنا لعبين شبان وفي غياب زاد المناعي وفي غياب بن سالم شفتوا الرياضي حادرد منستيري اليوم يعمل على روح المجموعة ويعملش على الأفراد والأشخاص يظهر لي الهدف كما قلت لك أنصفنا في الأخر مباراة بداية مباراة كانت الاتحادرد منستيري يكون نسجلوا فيها هدف في الوقت الترجل الرياضي التونسي كان هو خرمننا سجل هو هدف وذلك الخبرة متع فريق الترجل الرياضي التونسي يظهر لي احنا رجعنا واملنا بحضوظنا لأخر المباراة وهذا الاحديث معناتها في بين الشوطين اللي احنا قادرين تماموه نرجع في المباراة مايش مباراة بش تكون سهلة ترجل الرياضي التونسي اللي يفوق في الفرق الأخرى وأنه عنده سلسلة مباراة متتالية في كاس ربيط أبطال إفريقيا كما في البطولة التونسية دونك الملاعبية متاعه في التونجو عندهم عديد المباراة في سقيهم تحسهم معناتها أكثر منها في الريتم في المباراة لكن الحمد لله ملاعبية متاعنا عندهم الروح عندهم القلب وفي آخر المباراة معناتها شفتوها في البلاريتي كيفاش طلعنا في كوكب متاع مدافعين طوال لعبي وسط ميدان شفتو حتى المدرب ترجل الرياضي دخل ملاعبية طوال خطر يعرف قيمة البلاريتي في المباراة هذه تسجيل هدف كما قلت لك كان في الوقت المناسب مع ملاعبي شاب حاجة إيجابية إن شاء الله المباراة هذه هو موش معناتها انتصار لكن نتيجة التعادل ديما تخلينا نخدمه مرتاحين سرتوه تعرف انت جماهير كبيرة تجيك في الملعب متاعك رأوا ما يقبلش الهزيمة حتى كيتلعب الباية ما يقبلش الهزيمة دونك هذاك عليش مع انتها تشوفوا حتى الفرحة مايش الفرحة راهي متعنيل بقدر ماي الفرحة متاع بش نكمله إن شاء الله المشوار ناخد مباريحية ونواصله تعرف المباراة لكل متاع البطولة مباراة كاس كيف كيف الأسبوع القادم عنا مباراة كاس زادة دوك المباراة لكل بش تكون صعيبة مايش بش تكون سهلة وإن شاء الله ربي وفقنا في المباراة القادمة وبالمناسبة نتمنى والتوفيق لترجل رادي تونسي في كاس ربي طبطة الافريقيا إن شاء الله يشرف الرأي تونسية ترجمة نانسي قنقر